واتبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية السبع دوائر إلى ولاية منتدبة أشرف أمسي وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على تنصيب داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بولاية الجلفة وخلال مراسم التنصيب أكد وزير الداخلية أن هذا التعيين يهدف إلى ترقية المرفق العام والهيئات المعنية بتحسين معيشة المواطنة إذن في مسائي سيد رئيس الجمهورية الذي أسس للي يريد أن يؤسس لجزائر جديدة جزائر التي يريدها جديدة لابد أن تكون مؤسستها جديدة لابد أن تكون دائمها جديدة أقرى سيد رئيس الجمهورية بعدما أنهى مساء الولايات العشر بتاع الجنوب الكبير إذن أقرى بإضافة ولايات شيبا سحراوية من الهضاب العليا ولكن جنوب الهضاب العليا هذا إلا أن تكون من ضمنها مسعة لأن المواطن في مسعة يستحق أن يكون قريبا من إدارته من ولايته إذن هذا هو المسعة الذي تبعه والذي يريد ترسيده ومن خلال هذا الشيء اللي نعرفه إحنا لكي تكون ولاية موش تكون ولاية ولكن بشرق والمرفق العام المواطن يحتاج إلى كل الخدمات التي تضمنها الدولة لأن يوجدها في ولاية ذات صلاحيات كاملة إحنا لكم تتعرفوا بالليل السيد الرجمورية يلح على الديمقراطية التشاركية ومن خلال كل تعهدته دائما المواطن هو المحور أنت في ممتين